بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن 6 تقنيات من تقنيات التباعة سلسية الابعاد واللي بيتم استخدامها في تصنيع المعادن وهنتكلم كمان عن مميزات وعيوب كل واحدة من التقنيات دي اول تقنية بتستخدم لتباعة المعادن هي تقنية الـ Directed Energy Deposition أو الـ DED وبتشتغل التقنية دي عن طريق استخدام سلك أو بودر بيتكون من حبابات زغيرة من المعدن والطبع بتستخدم شعاع الكتروني أو ليزر عشان تعلي درجة حرارة الحبابات المعدنية أو البودر لدرجة حرارة الإنسهار وبعدين تعمل منها طبقات متتالية فوق بعضها لغاية ما الشكل النهائي يتعمل ومميزات تقنية الـ DED هي أن ممكن باستخدامها نعمل أشكال جديدة وكمان ممكن باستخدامها نصلح أو نلحم أو نضيف أجزاء لأي شكل معدني تاني أو حتى ممكن نطلي معدن بمعدن تاني وممكن نستخدم أكتر من خامة أو نخلط خمتين مع بعض بسهولة باستخدام التقنية دي ولأن القاعدة اللي بتتم عليها عملية التباعة بتتحرك في أكتر من اتجاه وأكتر من زاوية فده بيخلي معظم الأشكال اللي بتتبع بتقنية الـ DED مش محتاجة لأي تدعيم أثناء عملية التباعة وكمان تقنية الـ DED ممكن تتبع الأشكال اللي حجمها كبير بسهولة وعيوبها إن عملية التباعة بتكون محدودة بحجم فتحة الطبعة اللي بيخرج منها حبيبات المعدن لأنها بتخرج كمية محدودة من خامة التباعة وده بيخلي الطبعة تاخد وقت طويل عشان تعمل حاجة سمكة كبيرة وكمان الأشكال المعقدة أو اللي بيكون فيها التفاصيل كتير بتبقى صعبة إنها تتعمل بالتقنية دي ورغم إن تقنية الـ DED سرعتها في عمل الأشكال بيكون عالية إلا إن الأشكال اللي بتخرج منها بتكون جودتها قليلة وبتحتاج لعمليات بعد عملية التباعة عشان جودتها تتحسي التقنية التانية اللي بتستخدم في تباعة المعادن هي تقنية الـ Selective Laser Centering أو الـ SLS وبتتم فيها عملية التباعة عن طريق استخدام المعدن اللي بيكون في سورة بودر أو بودرة والطبعة بتسخن البودر ده عشان تعمل تماسك خفيف بين جزيقاته بعدين تستخدم الليزر في تسخين أجزاء معينة من البودر لدرجة حرارة عالية بتكون أقل من درجة انسهار المعدن وده بيعمل تماسك شديد بين جزيقات المعدن من غير ما يحصل انسهار كامل للجزيقات وبعد ما الطبعة تخلص أول طبقة بتحط طبقة جديدة من البودر فوق الطبقة الأديمة عشان الليزر يشكل طبقة جديدة وبتتقرر العملية دي أكتر من مرة لغاية ما الشكل يتكون وميزات تقنية الـ SLS هي إن ممكن باستخدامها نستخدم أكتر من خمتين في عملية اتباعة بسهولة وده لإن الليزر اللي بيستخدم في عملية اتباعة بيكون درجة حرارة قليلة وبالتالي ممكن أطبع شكل واحد بمخلوط من مادتين لهم درجة انسهار مختلفة وعيوبها هو إن نسبة الفراغات أو المسام في الأشكال المطبوعة بتكون عالية بسبب إن جزيقات المعدن ما بيحصل لهاش انسهار كامل مع بعض وده بيقلل من قوة وصلابة الأشكال المطبوعة ورغم إن ممكن نتغلب على العيب ده بتسخين الشكل بعد عملية اتباعة إلا إن حتى بعد التسخين صلابة الشكل وقوته بيتبقى أقل من الأشكال اللي بتتبع بالصهر الكامل التقنية الثالثة اللي بتستخدم في طباعة المعدن هي تقنية الـ SLM أو الـ Selective Laser Melting وهي واحدة من أكتر التقنيات اللي بتستخدم لطباعة المعدن وبتكون شبه تقنية الـ SLS لكن بدل ما تستخدم حرارة الليزر عشان تربط بين جزيقات المعدن تقنية الـ SLM بتستخدم بليزر قوته عالية جدا وبالتالي درجة الحرارة اللي بينتجها بتكون كافية إنها تسهر وتلحم جزيقات المعدن مع بعضها بشكل قوي جدا وبتتم عملية التباعة في مكان مغلق موجود فيه غاز خامل زي الأرجو عشان يمنع إن البودر يتعرض للأكسجين خلال عملية التباعة والأشكال اللي بتتعامل بالتقنية دي بتكون صلابتها وخصائصها الميكانيكية عالية جدا ده غير إن فيه غمات كتير ممكن نستخدمها للتباعة بالتقنية دي لكن مشكلتها إنها تقنية معقدة فيها إعدادات كتير بتأثر على جوتة وخصائص الشكل وعملية التباعة بتكون بطيقة واستهلاكها للكهرباء بيكون عالي جدا وتكلفتها بتكون عالية التقنية الرابعة هي تقنية ال-EBM أو الالكترون بيم ميلتين والتقنية دي زي تقنية ال-SLM لكن الفرق هو إن تقنية ال-EBM بتستخدمش الليزر في عملية التباعة وإنما عملية التباعة اللي بتتم في مكان مفرق من الهوى بتعتمد على شعاع إلكترون واللي بتكون قوته ودرجة الحرارة اللي بينتجها أعلى بكتير من الليزر وبالتالي التقنية دي بتكون موجهة بس لتباعة المعادن اللي بتتطر بدرجة حرارة عالية جدا زي التايتانيو لكن جودة الأشكال اللي بتطلع من التقنية دي بتكون قليلة وكمان تكلفتها بتكون عالية جدا وإعداداتها بتكون معقدة أكتر من تقنية ال-SLM التقنية الخامسة هي تقنية ال-Binder Jetin وهي واحدة من أقدم طرق التباعة وتقريبا ممكن نطلب عبيها أي مبدأ في سورة بودر سواء كانت بلاستيك أو سراميك أو حتى معدن وبتعتمد التباعة بتقنية ال-Binder Jetin على حاجتين أولهم هو المعدن اللي بيكون في سورة بودر والتاني هو ال-Binder أو المادة اللزقة واللي بتكون غالبا في سورة سائل طبع بتستخدم المادة اللزقة دي عشان تلزق جزيقات المعدن وكمان عشان تلحم الطبقات مع بعضها والعملية دي بتتقرر لغاية ما يتكون الشكل كامل وبعد ما بنشير البودر اللي حولين الشكل بنحط الشكل في فرن درجة حرارة عالية عشان نتخلص من المادة اللزقة وكمان عشان تلحم جزيقات المعدن مع بعضها بكوة وطبعا من أكبر مميزات تقنية ال-Binder Jetin هو إن الشكل المطبوع مش محتاج تدعيم أثناء عملية التباعة لإن ما فيش أي حرارة بيتعرض لها وكمان لإن البودر بيكون محاوط الشكل من جميع الجهات ده بيوفر تدعيم كامل أثناء عملية التباعة وكمان ممكن نستخدم أكتر من خامة في عملية التباعة وعلى عكس التقنيات الثانية ممكن في التقنية دي نستخدم بودر درجة خشونة حبيباته عالية وده بيقلل من تكاليف تصنيع البودر لكن تقنية ال-Binder Jetin زي تقنية ال-SLS بتكون الأشكال اللي بتعملها صلبتها مش عالية لإن المادة اللازقة لما بتخرج من الشكل بتسيب فيه فراغات أو مسام كتير والتالي الشكل بتكون صلبته قليلة ده غير إن عملية التسخين اللي بتعرض لها الشكل بعد عملية اتباعة بتقلل من حجم فلازم تكون نسبة الانكماش دي محسوبة وزي تقنية ال-SLS الأشكال اللي بتتعمل بتقنية ال-Binder Jetin بتكون قوتها وصلبتها أقل من تقنية التانية حتى بعد التسخين التقنية السادسة اللي بتستخدم في تباعة المعادن هي تقنية الماتيريا الإبستوروجيا وتقنية دي بتستخدم تقنية ال-FDM أو ال-FFF اللي اتكلمنا عنها قبل كده وبتتم فيها عملية تكوين الشكل على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة تباعة الشكل وفي المرحلة دي بيتم استخدام filament أو خيط من البلاستيك بيكون في سهلة بكر والخيط ده بيتكون من البلاستيك مخلوط مع حبيبات زغيرة جدا من المعدن وعملية التباعة بتتم بسهولة عن طريق استخدام طبعة بتعلي درجة حرارة البلاستيك لدرجة حرارة الإنسهار وبعدين تعمل من البلاستيك المنصاهر ده طبقات فوق بعضها لغاية ما يتكون الشكل المطلوب ومن ناحية التدعيم الطبع بتعمل التدعيم عادي بالبلاستيك اللي فيه نسبة معدن وبتستخدم خامة تانية فيها نسبة من السيراميك بتحطها ما بين الشكل والتدعيم عشان بعد كده يبقى منش سهل إزالة التدعيم بعد ما الشكل يعدي على باقي العمليات والشكل اللي بيطلع من المرحلة دي بنسميه الجريم بارت أو الشكل الأخضر لأن اللسه فيه عمليات تانية هتتعمل عليه المرحلة التانية في تكنية الماتيريال إكستروجن هي مرحلة الوشنج أو الغسيل وفي المرحلة دي بنحط الشكل اللي اتعمل في المرحلة الأولى في محلول سائل لفترة معينة بتوصل لساعات أو حتى أيام على حسب حجم الشكل وصومة والغرض من المرحلة دي هو أننا نتخلص من جزء من البلاستيك الموجود في الشكل واللي بيكون ماسك جزيئات المعدن مع بعضها والشكل اللي بيطلع من المرحلة دي بنسميه البرون بارت أو الشكل البن واللي بيكون جاهز للتسخين في المرحلة التالتة المرحلة التالتة هي مرحلة السنترينج أو التسخين وفي المرحلة دي بنحط الشكل في فرن والفرن بيعلي درجة الحرارة تدريجيا ببطء عشان يتخلص من باقي البلاستيك الموجود في الشكل بعدين يعلي درجة الحرارة بشكل سريع لدرجة حرارة عالية جدا عشان يربط جزائيات المعدن مع بعضها بشكل قوى ومبعد ما المرحلة دي بتخلص بمجرد منشيل التدعيم بيكون الشكل الجاهز للاستخدام وبالرغب من ان الاشكال اللي بتقرب من تكنية الماتيريا الاكستروجين بتكون قوتها وصلبتها ودكتها مش عالية قوي وكمان لازم تكون نسبة الانكماش اللي هتعرض لها الشكل لنتيجة التسخين تكون محسوبة لكن تكنية الماتيريا الاكستروجين لها مميزات زي ان تكليفتها قليلة بالنسبة للتكنيات التانية وسهلة جدا في الاستخدام ودرجة الامان فيها عالية لانها بتستخدمش بودر في عملية اتباعة وكمان فيه خامات كتير ممكن نستخدمها في عملية اتباعة زي الستيل ستير والنحاس وفيه خامات كتير تانية تحت التطوير دول كانوا ست تكنيات بيستخدموا لتباعة المعادن وبالرغم من ان استخدام التباعة سلاسية الابعاد لتصنيع المعادن بشكل عام بيكون لها عيوب زي ما قلنا زي ان مثلا فيه تكنيات بتكون تكلفتها عالية وعملية اتفاعة فيها بيكون معقدة وكمان ان البودر اللي بيستخدم في بعض التكنيات بيكون تكلفته عالية اغلى من المادة الخام نفسها ويبيحتاج لحزرة التعامل والاشكال اللي بتتبع احيانا بيكون جودتها ودقتها قليلة الا ان من ناحية تانية تباعة المعادن لها مميزات كتير جدا زي انها بتمكننا اننا نعمل اي شكل مهما كان معقد بسهولة وبسرعة وكمان فيه اشكال بيكون صعب جدا تتعمل بتقنيات التصنيع العادية ممكن اعملها بسهولة بالتباعة وفيه اشكال بتتكون من اكتر من جزء فممكن باستخدام التباعة نعمل الاشكال دي كلها في وقت واحد مع بعض بسرعة والتباعة سلسية الابعاد كمان بتكون تكلفتها مناسبة جدا لو انا عايز اعمل كميات قليلة من شكل معين وكمان ممكن نعمل اشكال وزنها خفيف لكن صلابتها عالية جدا وجدها ممكن يفيد في مجالات كتير زي مجالات الطيران والسيارات وحتى الفضاء طبعا الخامات المهضرة في التصنيع بالنسبة للتباعة سلسية الابعاد بتكون نسبتها اقل بكتير من طرق التصنيع العادية ده كان الفيديو بتاع النهاردة الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن تباعة ربعية الابعاد والغاية من التقابل الفيديو الجاي السلام عليكم